طريقة للحصول على مليون مشاهدة في آخر 30 يوم و 78 ألف مشاهدة في آخر 28 يوم أيوة دي أحصائيات قناة المتوحد فكرة في آخر 30 يوم قبل ما تكلم عن الطريقة محتاجين مع بعض نقرأ كومنت ده أنا من متابعينك واستفدت منك كتير جدا وقدرت أخلي قناتي نسبة المشاهدة تعلي عندي بعد ما عملت الخطوات اللي قلت عليها جزاك الله كل خير بس الفترة الأخيرة حاجات كتير جدا حصلتلي عملت لخبطة في دماغي ناس تقول نزل فيديوهات وناس تقول ما تنزلش من دي المشكلة المشكلة بقى أن أنا بدأت ألاحظ عندك أنك بتنزل فيديوهات كتير ومع ذلك نسبة المشاهدة عندك تعتبر قليلة جدا بالمقارنة بعدد متابعينك وفي نفس الوقت بلاقي قنوات تانية مش بتنزل فيديوهات غير كل فين وفين ومع ذلك نسبة المشاهدة عندهم أغلب الأوقات بتكون أعلى أو قريبة من نسبة المتابعين عندهم أنا هتكلم معك في محتوى التعليمي وبالأدلة أنا الحمد لله مشاهداتي حلوة جدا وحقول لك الطريقة اللي شغل عليها من أجل حصول على مليون مشاهدة ما تبصش للألف والألفين والتلات تلاف عايزك وانت بتبص بص على 11 ألف التمن تلاف التسع تلاف اللي 12 ألف عايزك تبص وتركز على الـ 14 ألف والـ 44 ألف عايزك تبص على كمية الفيديوهات اللي نزلت لكن أنت لما جيت بصت بصت على فيديوهات هي نزلة لمشكلة صغيرة ففئة صغيرة هي المتابعة لها لازم تكون عارف وفاهم ليه مش هتكلم في الموضوع ده لأن الموضوع ده تعليمي يعني المحتوى التعليمي مزي أي محتوى لو جينا بصينا على أدات VIDIQ اللي عندها مليون 280 ألف مشترك في آخر فيديو من يومين 64 ألف مشترك ده أنا جمل يا جدع ولا الخمس تيام 69 ألف مشترك ولا التسع تيام 57 ألف مشترك ده أدات VIDIQ اللي بتتكلم عن الكلمات المفتاحية وإزاي تجيب مشاهدات لازم تكون عارف أن ده المحتوى التعليمي مالوش علاقة بمحتوىك وده اللي أنا تكلمت عليه من سنين ضوئية يا فندم إحصائياتي غير إحصائياتي قناتك غير قناتي وكمان أنا مش هتكلم معاك كده بس لأ ده أنا هقول لحضرتك حاجة خلينا نبص مع بعض لو أنا نزلت 15 فيديو في الشهر كل فيديو حصل على 50 ألف مشاهدة فأنا هجيب 750 ألف مشاهدة أنا جايب مليون يعني أكتر حضرتك بصيت على مجموع فيديو واحد وليس مجموعة للفيديوهات ككل إنت لما تيجي تقارن قلت لك مئة مرة ما تقارنش بفيديوهات قارن بتفاعل إيه اللي بيحصل في القناة دي واللي بيحصل في القناة دي داخلها من جوه إنت شفت إحصائيات قناتي آه شفت إحصائيات قناتي تانية اللي بتتكلم لأ لازم تكون عارف وانا هجيب لك دلائل دلوقتي القناة دي هي مشتركة في جميع القنوات الخاصة بالربح من اليوتيوب والتعليمي تعال لننزل مع بعض مش عايزة أدخل على محتوى عربي دلوقتي مع إني هقول لك لو جينا بصينا على عمر عطى المحتوى التعليمي وبصينا على فيديو من شهر كامل 11 ألف وهو عنده 346 ألف مش هنتكلم احنا عايزين ربح من اليوتيوب قاسب جدا يا سيد ايمان انا كان مفهود افتاحك بس معلش حرجعلك وهوريك عشان اوضح للناس خلنا في المحتوى لإيه الاجنبي ده محتوى اجنبي ربح من اليوتيوب بص كده المحتوى ده بص 15 ألف قبيوم 29 ألف قبل 9 أيام 30 ألف قبل كام قبل شهر 165 ألف مشترك في شهر نزل 3 فيديوهات كل فيديوهات احسب مجموحهم هتلاقي المقياس أولا جدا تعال معايا شوف الأداء دي والأداء دي تقريبا أو الشخص لا ندعم الشخص دي تقريبا هي خاصة باليوتيوب يعني قناة اليوتيوب نفسه 537 ألف في آخر فيديو نزل جاب 3200 واللي قبله 20 ألف واللي قبله 19 ألف واللي قبله 62 ألف في 537 مشترك انزل تحت وبص معايا وخلنا نشوف مثلا أبو 300 ألف ده وخلنا نبص أبو 154 ألف ده لو جينا بصنا هنا على الفيديوهات عنده حلقيه جاب 25 ألف قبل 3 أيام و 8000 قبل 8 أيام و 19 ألف قبل 10 أيام يعني ما فيش أي عدد مقارب لـ 300 ألف اللي حضرتك بص لهم لو جينا بصنا على ديم اللي 154 ألف آخر فيديو جايب 24 ألف من شهر لو نزلنا تحت وبصنا وشوفنا قناة فيها مليون مليون مشترك معرفش ده تعليمي ولا إيه جاب 12 ألف مشاهدة وقبل 7 أيام جاب 9 ألف مشاهدة ده مليون و 340 ألف لسه حاجب لك المحتوى التعليم العربي لو جينا بصنا هنا وبصنا على الأستاذ الغالي 215 ألف مشترك والفيديوهات حلقيه جاب 3600 مشترك مشاهدة من 215 ألف ده أنا جابت لو نزلنا تحت وبدأنا نبص على أي شخص بينزل مش عايز أجيب لك دلوقتي عربي لأن أنا حاجب لك عربي ووضح لك ولكن علشان أجيب لك أكبر قناتين تعليمياتين موجودين ما تقرنش المحتوى العربي واللي احنا بنشتغل عليه في المحتوى التعليمي الخاص بالربح من اليوتيوب بأي محتوى مهما كان قناة فيها 2 مليون و 240 ألف 13 ألف مشاهدة في آخر 11 ساعة و 27 ألف قبل يوم و 35 ألف قبل يومين و 40 ألف قبل خمسة أيام المقارنة بين 2 مليون و 40 ألف مشاهدة يا غالي أنت بتقارنها إزاي؟ ما تقارنش محتوى بمحتوى علشان تفهم لأنهم بيتحقوا عليك اللي يجي يقولك تعالى بص إحصائياتي أنا ممكن أوريك إحصائيات أحسن فيديو عنده وجاب 935 ألف في كل فيديو وقولك طريقة لذات المشاهدات هتموت الفكرة ومحدش هيعبرك لأنك في الآخر هتكون خلصت أصلا كلامك اللي مالوش أي دليل صحي لازم تتكلم أو دليل علمي لازم تتكلم وإحنا بنتكلم كده وبنشرح لحضرتك لازم أقولك أن الموضوع ده بيختلف من قناة لقناة من إحصائيات لإحصائيات فقناة الأفضل لقناة علامة استفهام جايبة في آخر فيديو 2713 ساعة 162800 9014000 هو ده المحتوى قناة أستاذي رؤية للمعلومات رؤية للمعلومات أدخل بص عليه 1600 مشاهدة في 3 ساعات 10,000 قبليها أدخل شوف قناة بص قناة شوف كده 15,000 ما تقرنيش بأي محتوى وأنا ما بقرنش أي قناة بقناة اللي كل قناة لها جمهورها أنا بعتمد في المتوحد فكرة على الترند اليوتيوبي أي حاجة تحصل في اليوتيوب من رسالة من أي حاجة بقولها وبتكلم عليها أي مشكلة عند شخص واحد بعمله فيديو تأديري وتوضيحي زي ما حضرتك كتبت تعليقك وأنا بعملك فيديو توضيحي وتعليمي أنا بعمل فيديوهات دايما بتجيب مشاهدات بشكل مستمد لو جينا دخلنا على الإحصائيات وشوفنا عرض المزيد هنبص هنلاقي إن أكتر المشاهدات جاية من شهر 11 اللي إحنا فيه شهر 11 ده بقى شهر 24 21 ده دايم تعال أبص 21 ده دايم تعال أبص هنا وشوف الفيديوهات الدايمة ده في شهر 10 22 22 شهر 23 22 22 22 22 22 22 22 لازم تعرف وتفهم الفرق بين الفيديوهات الدايمة والمؤقتة والمحتوى التعليمي وغيره من المحتويات ما تقارنش قناتي بقناة علامة استفهم ما تقارنش قناتي بقناة المتوحد فكرة أو رؤية المعلومات ما تقارنش أي قناة بأخرى فكل قناة لها إحصائياتها وكل قناة لها جمهورها ممكن أكون أنا حصلت على مليون مشاهدة ولكن كلهم من دول الأرباح فيها ولايلة فما أخدش أرباح ممكن أكون باستغلي ناس أصلا اهتمامها بالطبخ بالحاجات العادية اللي ملهاش أصلا إعاد فلاقي الإعنات عندهم اللي ظهر أوليلة فبرضو ما أخدش ربح لازم تكون عارف أن المشاهدات اللي أنت بتشوفها الألف والألف ومئتين الحدد الكتير لما يتجمع بيكون كتير مليون ومئة ألف مشاهدة في آخر تلاتين يوم ماذا بعد أعمل أكثر في نون كده لك محتوى تعليم ما تقرنيش مع أي شخص تاني وما تقرنش قناتك بأي شخص تاني وما تقرنش نفسك بأي منش محتوى أنت في مكان وهو في مكان أنت فرز وهو فرز أنت في حتى وهو في حتى تانية خالص دايما خليك بتقرن الشخص اللي قدامك بأسلوبه وبطريقته وبحب الناس لي وبمتابعينه وبمتابعين الحقيقيين مش الفيك وصلت فهمتها التركاء وصلت لك أعتمد أن كنت قدرت أوضح لك أن المليون مشاهدة في آخر ما جوش من فراغ لو جينا دخلنا على الإحصائيات الخاصة بشهر أكتوبر وجينا نبص هنا على أنا نزلت كم فيديو في شهر أكتوبر هتلاقينا نزلت 135 فيديو تقريبا 145 فيديو ازداد عدد المشاهدين لأنك نشرت فيديوهات أكتر شكرا إلى اللقاء